يمكنكم متابعة برامج وأخبار قناة النهار أو القناة إخبارية في الجزائر على موقعنا على اليوتيوب كما يمكنكم تفاعل معنا من خلال تسجيل تعليقاتكم على كل الأحداث الحصرية التي ينقلها تلفزيون النهار سائل يقول يعمل عندي شاب سيتزوج قريبا وقد استلف من الشاي كمالا فهل يجوز لي أن أعتبر ذلك زكاة وأتنازل له عليه لا يجوز لك أن تعتبره زكاة لأن هذا الشاب جاء طلب سلفة سلفت له أنت بعد مدة جاءت وقت الزكاة أنت ركناه وتقول بالله هذي قدرهم لي سلفتهم له نحسبهم زكاة ولكن ذلك المال أول ما خرج من عندك خرج دين فلا يتحولوا إلى زكاة ولذلك كين طريقة شرعية حاول تفهم إن شاء الله وهذه نوروحكم باش دخلوها في عيصانكم واللي يفهم كيما قلنا يفهم لي ما فهمش إن شاء الله باش بيبقاش بيناتنا واحد ما شي يفهم دوك أنت زكاة جاءت خمس ملايين وراك مسلف للسيد خمس ملايين يجوز لك تقبط خمس ملايين تروح له تقول له هاك باش تخلص دينك كيما قاعد فقارة بتقول لوش هاك أردهم لي لا لا هاك خلص دينك يشدهم يديهم يولي لي غدوة من داك يقول لك جيت انخلص ديني هذا طريقة تجوز وإذا ما ولاش لك ودههم اخلص واحدة آخر اتطفرت فيك هاك دا هل أعجبكم الفيديو؟ اشترك سجل تعليقك أو موقفك أسفل الصباحة لأن رأيك يهمنا إيجابيا كان أو سلبيا لأننا نهتم كثيرا بوجهة نظريكم